تستمر الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مملكة البحرين وسط إقبال متزايد من قبل كافة الفئات العمرية هذا وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء أمس الثلاثاء أكثر من مليون ومائة واثنين وثمانين ألف شخص فيما حصل على الجرعة الثانية أكثر من مليون ومائة وستة وأربعين ألف شخص أما بالنسبة للجرعة المناشطة فقد حصل عليها نحو أربعمائة وثمانين ألف شخص